ورجعنا لكو تاني أعزائي المستمعين في برنامجكو وصفات ولكن وطبعا زي ما تعودنا بنبتدي ببرنامج بفقرة أغانية تفتح النفس ومعنا أول اتصال تليفوني نقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام كنت أحب أعني ريكوست أتفضل طبعا يعني طلب يعني أغنية الفتة الرابر المصري رايعة أبو الأطباق أبو الإيه؟ أبو الأطباق هذا الرابر المفضل حجي أبو الأطباق أغنية رايعة عن الفتة المصرية تذري تعرف؟ تذري تعرف؟ إيه من الشامية The one with the Hamas هندور عليها في الإعادات طيب هم موجود طب خلاص نحب نسمعها على دمانتك أنا ما اسمعتهاش قبل كده أشكرك وأنت مذيع رايع الله يخليك شكرا يا أمر حياتي طيب حنسمع حياتي خلاص بقى طب حنسمع أغنية أبو الأطباق أغنية الفتة اسمها كده طب نجرب خير أتوم عليه بقى طريقة عمل الفتة سهلة مش محتاجة منهدى هيا هتأخذ وهلة طريقة عمل الفتة سهلة مش محتاجة منهدى هيا هتأخذ وهلة من كيلو لحمة ملحة فلفل ما تنساش في الزحمة تلاتة نغفة عيش بلدي مقرمش وراء لورة طوزة مش متكرمش ست فصوص حبهان ثمان فصوص توم كده هننام وراء مقاية خلق الكلام حب نتمستكة كده تمام بصلة صغيرة مفرومة مع طماطمية مفرومة ثمان خمس حبات طماطم كده انت جايز للعزومة نغسل لحمة بمية ننحلق النص كفاية كده غمية تبدا تغري معايا كده الفتاة تبدا تغري معايا ثمان بصل مفرومين لحمة حب الهن في الفلسون من على شرباش اللي ديمها دي نور الجرين تبدا تحسب قطع العيش مكعبات مكعب زبدة عالكلام معلقتين زبدة اكسرا فات حمصه في الفرن ده التمام منشل اللحمة من شربة ونسبعة تهدى ونحمر كده بايتين ونص الرزلة مش بتحب وبتحور زي يوم شربة يضبور في الفتا بقى اني عشان طعم يجنن انا مش عارف تسويت ولا صور سمع مني الوصفة وتنور لو انت عالفتا بتدور طلقية عمل الفتا سهلة مش محتاجة منهدة هيا هتاخد وهلة طلقية عمل الفتا سهلة مش محتاجة منهدة هيا هتاخد وهلة شوحت منفسه ستوم مفروم مقعب زبدة الصلصة تقوم ثلاث معلق زيت خلى ربع كباية يقلب وسبعة تتسبب تبقى حكاية هضربعة عالعيش واسخة معاية الشرب عالعيش دي هتقل باية وغطي الروز استقوى على النار نواطي فوق العيش المبلول هنفضي بسلسة ورحمة محمرة هنغطي هتمنى انت اكون اتبسطي هتمنى انت اكون انت اتبسطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة